بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل جماهير الأهلي في كل مكان أخبار سعيدة وكواليس جديدة هتكون معنا النهاردة في الأشبال في الحلقة السابقة كنا قلنا لكل جماهير النادي الأهلي اتطمنوا النادي الأهلي خلاص أبرم صفقاته النادي الأهلي بعد ساعات قليلة وبعد أيام قليلة قادمة سيعلن عن المدير الفني عن صفقاته وده اللي تم بالفعل بعد 48 ساعة بعد كلامنا في الحلقة السابقة طمنا كل جمهور النادي الأهلي بدأ النادي الأهلي يعلن عن المدير الفني وعن صفقاته منذ قليل الموقع الرسمي للنادي الأهلي يعلن انضمام اللاعب البرازيلي برونو سافيو لمدة سلاس مواسم أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن انضمام البرازيلي برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة مع حقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي بوليفار بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة كلام ده تم منذ دقائق قليلة النادي الأهلي أعلن عن الصفقة يعتبر الصفقة التانية النادي الأهلي أعلن عن المدير الفني وعن شاد حسين ودي الصفقة التانية اللي بيبرمها النادي الأهلي في الموسم الجديد اللاعب سافيو من اللاعبة المميزة اللاعبة اللي لمعت في الدوري البوليفي هنشوف بعد قليل أهدافه فعلا موهبة كبيرة جدا موهبة تستحق الانضمام للنادي الأهلي ولكن هنا عايز أقف هنا عند جمهور النادي الأهلي اللي هيكون لي دور كبير خلال الفترة اللي جاية سواء مع المدير الفني أو سواء مع الصفقات اللي أبرمها النادي الأهلي إزاي النهاردة أنت كجمهور تحمي اللاعبة لبريمها النادي الأهلي أو صفقاته الجديدة أو مدربه الجديدة زي ما احنا شايفين دلوقتي دي بعض اللقاطات لللعيب سافيو اللاعب البرازيلي هنشوف أهداف حلوة جدا اللاعب فعلا بيمتاز بالمهارة الكبيرة هنشوف أهداف بالقدمين القدم اليمنى والقدم اليسرى شايفين ما شاء الله أهداف بتنم عن موهبة كبيرة وصفقة مهمة جدا هتكون إن شاء الله إضافة كبيرة لخطوط النادي الأهلي هيقول لحضراتكم برونو سافيو عنده 28 عام هو موليد 1 أغسطس عام 94 بدأ مسيرته في كرة القدم في نادي جواراني البرازيلي لعب في نادي أمريكا مينيرو البرازيلي بداية من موسم 2015 وحتى 2018 وخض مع الفريق 50 مباراة سجل 8 أهداف لعب سافيو معارن إلى نادي من رسول البرازيلي في 2017 وفي 2019 لعب مع فريق إسرال كرواتي ثم فريق أفايل برازيلي هنيجي بقى نقف عند نادي بوليفار البوليفي ودي كانت من المحطات المهمة وآخر محطة للعبنا برونو سافيو سجل سافيو 16 هدف وصنع أربع هداف خلال 31 لقاء مع نادي بوليفار ده آخر نادي اللعب أو انتقل منه اللعب إلى النادي اللي شافين مهارات عالية ومهارات كبيرة جدا وأهداف ما شاء الله بتنم عن موهبة كبيرة ساهم برونو سافيو في تتويج بوليفار بلقب الدوري البوليفي الموسم الماضي وأيضا بوليفار هو خامس أو سافيو هو خامس هداف الدوري البوليفي بواقع سبع أهداف وشفنا كمان جماهير نادي بوليفار والوداع الحار وتوديع لعبهم المهم جدا شفنا في اللقاءات الكبيرة لكن أنا عايز زعف عند الأهداف شفنا أهداف هنا فيها تنوع أهداف بالقدمين القدم اليمنى والقدم اليسرى كمان بالرأس الحاجة المهمة جدا في الصفقة الجديدة اللي ضمها النادي الأهلي برونو سافيو زي ما احنا شايفين دلوقتي ودع كبير جدا من الجماهير نادي بوليفار وتوديع للعبهم طبعا هو معشوق الجماهير هناك في بوليفار ساب أثر كبير جدا بمبارياته بمهاراته بحسمه لبطولة الدوري السنة اللي انتهت ديه وكان ليه دور مهم جدا برونو سافيو بيلعب في مركز رأس الحربة بيجيد اللعب في كذا مركز ودي ميزة مهمة جدا في الصفقة الجديدة لأبرامها النادي الأهلي أول حاجة ممكن يجيد في مركز رأس الحربة الحاجة التانية بيلعب وينج يمين أو وينج شمال وبيلعب صانع ألعاب وممكن لو مدير الفن يحتاجه يلعب في مركز ثمانية ده يدي للمدير الفن النهاردة أفضلية ان الصفقة لأبرامها النادي الأهلي بيجيد اللعب زي ما بقوله ممكن يحل للمدير الفني في كذا مركز فده شي مهم جدا في الصفقة لأبرامها النادي الأهلي النهاردة ان اللعيب يكون عنده كذا ميزة الحاجة التانية عايزش أرجع لصور الوداع وداع جماهير بوليفار البوليفي وهي بتودع اللعب بتاعهم بنشوف عدد كبير جدا من الجماهير راحت النادي أو راحت الاستاد وهنا بيوقع كمان على أوتوجراف للجماهير شايفين عدد كبير جدا من الجماهير احتشد خارج الاستاد والصور كمان داخل الاستاد الحاجة التانية وداع اللعب لي ورسائل زميله اللاعبين لي بتدل انه هو كان لعب محموب في النادي بتاعه لعب محموب ايضا من زملائه فده ان شاء الله خطوات مهمة جدا بنتمناله كل التوفيق مع النادي الأهلي بنتمناله ان شاء الله ان احنا كجماهير النادي الأهلي هيلاء الدعم وهيلاء المسندة وده حاجات مهمة جدا كمان من جمهور النادي الأهلي خلال فترة القادمة ازاي دعم اللاعب برونو سافيو اشتركوا في القناة